اهلا بحضراتكم من جديد الحقيقة قرار الاهلي باستكمال المسابقة بالناشئين لم يغفل ابدا تأديره للكبار واللعيبة اللي عملت كل هذه الانجازات في فترة ما اعتقدش انه لا فيه جيل قبلهم ولا فيه فريق اخر في اي نادي قدر يعمل هذا الانجاز في هذه المدة ولا عدد البطولات اللي حقاوها وبالتالي كان قرار النادي بملح هولاء الكبار فرصة للراحة تقديرا لهم وحفاظا عليهم وانتظارا لعودتهم عمر ما كانت المسألة فيها الريبليز ده الاحلال ان انت بتمشي دول عشان تلعب الناشئين فتموت دول تفسير القرار هو اللي سيء جدا الحقيقة وبالتالي تألق الشباب ادى فرصة للطعن اللي جاي الضربة اللي جاية المقارنة بين دول ودول فازاي تقدر تقضي على اللعيبة الكبار استغلالا لتألق الصغيرين عشان كده كان تعليق الزميل محمد شبان على اللحصر مهم جدا ان نحن ناشى انا هنا في الحتة دي بقولك ليه التفسير مهم لانه ارضى نتاجة لتفسير القرار وراح لناحية الصياغة وتكلم فيها معاني كابتل خطيف شرح طب نشوف شبانا الأول قال ايه والناشو استكمال مباراة الدور لعب الناشئين ولا من العاديدين من الإصابة طب هو السولاي لو بقى كويس يلعب سؤال طب هو علي لطفي يعتبر ناشئين وشباب ولا يعتبر من فريق كبير يعني علي لطفي يلعب ولا مش يلعب كحارس مرمى محمد محمود ومحمود متولي والناس دي دين نعتبرهم عاديدين من إصابة ولا نعتبرهم موجودين أصلا يعني اللي عاد من إصابة طب مثلا ثمان شهور زي محمود متولي ومحمد محمود هني اعتبرهم ايه طب أكرم توفيه لو حبي يرجع هني اعتبره عاديد من إصابة طب مثلا يعني هتقيم اللعيبه ازاي طب أنا حقيم ازاي كريم فؤيد اني يكمل معاه سنة جاية ولا لأ هنقيم محمد هاني ازاي هنقيم بيرسي تاو ازاي وحنقيم ميكي سوني ده ازاي وحنقيم حسام حسن المهاجم ده ازاي طب طهر محمد طهر لو رجع يلعب ولا بلعبش معرفش طب صلاح محسن لو رجع يلعب ولا بلعبش يعني ده ممكن يكون السطر ده هو إعلان خافي بالخلاص من اللعبة دي كلها ولا هو أهروب من النتائج الأستاذ محمد يعني نحن نشيد بك عندما تتحدث بموضوعية ولكن الحقيقة انت بتسأل أسئلة أنا شايف مجاوبة عن نفسها أولا انت أسألت أسئلة التشكيل المبارح جاوب عليه سنين انت ليه هو أنا اللي أخذ لي القرار تحاد الكورة اللي قال لي تشترك بالناشئين فلما لعب علي لطفي ولا بيرسي تاوي يقول لي هو أنت اعتبرته مصاب الاعتبارات دي عندنا مش عند حد تاني والتفسير الواضح الذي كان يعني جاء على لسان رئيس النادي بشكل واضح لإراحة المجهدين القرار لإراحة المجهدين والدفع بأكبر عدد من الناشئين وهو ما حدث انما تقول لي هو أكرم يعتبر راجع من الإصابة وما الراجع من اين راجع من المرينة يعني راجع من الإصابة وبعدين أنا اعتبر افضل إن أنا عايز ألاعب محمد شريف بكر في حاجة تمنع يعني أنا ليه يا رجل أنا نادي يا سيدي بأخذ قراراتي بظرفي وأنا اللي بقايم لكن إذا كنت بتسأل بجد سيد محمد هجاوبك بجد ولو إنك ساعات يعني بحاول أتحار معك بس ما تليفونك بيبو مرفوع من الخدمة فأنا في الفترة كان هناك أكثر من أمر تحتاج إلى مراجعة الحوار إن شاء الله بيني وبينك إنما خليني على الهوى أنت سألت أسئلة هذا قرار يخص النادي الأهلي الهدف من هذا القرار تحرير الرأي الفني من ضغط النتائج ومقصلة الأهداف خد راحتك اشرك أكبر عدد من ناشئين دعب استحت بقى وطلع لنا كذا واحد عشان نحط عيننا عليهم لكن مين اللي يرجع ومين اللي يشارك ومين بالكبار ومين من يعني كابتن عدد علي لطف ده يعني ما يشاركش بقى مع الكبار كابتن الشنو بيلعب طب لما كابتن الشنو حريحه يبقى الحراس البودلاء يلعبوا ودي حاجة تخصنا تخص القرار الفني بتاع الفريق ما هوش قرار عقابي له قرار عقابي ولا قرار إلزامي ولا حد فرض علينا القرار وفلسفته موجودة عند الإدارة وإحنا اللي بنتحرك به من غير زعل ومن غير تعقيد للأمور والعائدين من الإصابة ما شمالهم القرار استكمال الدور بين الأجبال والعائدين معناها عادي أشوف الناس اللي ملعبتش الناس محتاجة تجهز أنا عادي أشوف الناس اللي ملعبتش دي رجع عاملة زي طيب ده رأي شبانا ربما رأي الصحفي لكن الرأي الفني بقى جاوب عليه أحمد حسام ميدو نشوفه أنا رأيي أن فكرة إعطاء اللعبين الأساسيين راحة هي فكرة عبقرية وأنا شايف أن زكاء كبير جدا من كابتن محمود الخطيب أنه هو يدي راحة للعيبة اللي فعلا أنهكت في الفترة الأخيرة مش أنهكت على المستوى البدني بس أنهكت كمان نفسيا والضغوط الكبيرة والمباريات ما تنسوش ماتشاط منتخب كاس عالم تصفات كاس عالم ماتشين السنغال دول يهدوا أي حد حتى محمد صلاح نفسه يعني مستوى نزل بعد ماتشين السنغال اللي هو الرجل اللي بيشتغل على عقليته وجايب سبورت سايكولوجيست وطبيبنا يعني لايف كوتش أو طبيب نفس رياضي اتأثر ضغوط كبيرة اتعرضت لها اللعيبة اللي كانوا موجودين بالذات مع المنتخب في كاس الأمم وتصفات كاس العالم فأنا شايف أنها أنها فكرة عبقرية راحة اللعيبة الأساسيين وأنا في رأيي أن توضيح كابتل محمود الخطيب للكلام اللي هو كتب في قرارات مجلس الإدارة بالذات فيما يخص اللعيبة اللي هتشارك في المباراة القادمة في الدور العام كان مهم ليه لأن النهاردة ابتدت الناس تقول فيني عم الناشئين ده فيه لعيبة جبارة وبتاع لا كابتل محمود الخطيب وضح أن الموضوع مش موضوع أن أنت تلعب بالناشئين هو الموضوع في شقين الشق الأولاني راحة اللعيبة الأساسيين بسبب طبعا تلاحهم المواسم واللي الحقيقة عدد المباراة وعدد ساعات السفر لعدت الأهلي يعني نالوا النصيب الأكبر من عدد المباراة وعدد الساعات اللي سفروها ده كان توضيح مهم عشان القيلة والقال وأن فيني عم ده اللعيبة ده اللعيبة الصغيرة خلاص هذا تفسير كابتن ميدو من ناحية الفنية ويتتصق تماما مع تفسيرنا هنا بس في نقطة مهمة جدا اللي بتؤكد لك أن مسألة الإيجاد لم تكن شماعة لما شفنا لعيبة يعني لم يتعرضوا لهذا الإيجاد وعندهم الحيوية والطاقة شفنا كزء كبير من سمات النادي الأهلي الفنية والشخصية وده دليل إن اللعيبة فعلا اللي بعدت ما كانتش قادر تنفذ أكتر من كده ولذلك هو قال يعني قرار عبقاري لأنه فهمه القرار لإراحة الموجهدين عشان نكسبهم المواسم القادمة خلاص انت ده ظهر يعني مثالي لتطبيق القرار الصعب واللي كان لازم يتخذ من الفطر ترجمة نانسي قنقر